المهاجرون إلى أوروبا يواجهون فضائع لا يمكن تصورها واللي بتنادي أنه لابد على الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بشكل عام أنها تقدم أو تكون على قدر المسئولية لحماية اللاجئين لأنهما بيتكلموا أحيانا اللاجئين مش البحر بس اللي بالنسبة لهم الخطر حتى الناس اللي بتنتقل عن طريق الصحراء برضو بيتعرضوا إلى مواجهات شديدة الخطورة حتى في الوصول إلى دولة آمنة تعليق حضرتك على الخبر يعني مع الأسف استاذ مدوح يؤسفنا دائما أنه فعلا أنه دائما اللي عما يهاجروا من الحروب وعم بيهاجروا من الفقر وعم بيهاجروا من الجهل ومن الاضطهاد ومن كتير من القضايا مع الأسف عما يتعرضوا لمحنة أخرى أثناء سفرهم أثناء لجوئهم اللي عما يتعرض مع الأسف بمناطق بشمال إفريقيا للتعذيب للاعتقال أو للابتزاز بمنختلف أنواع الابتزازات وصولا إلى المخاطر التي يتكبدها في البحر وما إلى ذلك حتى يستطيع أن يصل إلى الجنة الموعودة ألويها أوروبا طبعا هذا كان زمان هذا الكلام لا يصح حاليا حاليا قلنا مشروطة قلنا مشروطة نعم فبالتالي مع الأسف الشديد ألت لك الأول المتحدة لا ينبغي أن يكون فقط في البحر وإنما في الصحراء هذا ما طالبت به مفوضية شؤون اللاجئين المفوضية أكدت أن المهاجرين على طريق الهجرة رئيسية المهاجرية لأوروبا يواجهون فضائع لا يمكن تصورها فمع الأسف الشديد أستاذ الندوح بدل ما يكون المجتمع الدولي على قدر من المسؤولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبية وإلى ذلك وأن يعملوا على إيجاد حلول واستقرار دول إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والبحث عن حلول إنمائية حقيقية لهذه الشعوب ما كانت هذه الشعوب هاجرت ولا كانت وطبعا للصغرار السياسي ملعب دور كبير جدا برضو في رفاية الشعوب فبالتالي مع الأسف الشديد فعالأسف الشديد المهاجر من موت إلى موت ومن عذاب إلى عذاب ومن امتحان إلى امتحان وما بيوصل إلى البر الأخير إلا كل طويل عمره بعد ما ييجي لهون ويستقر بيطلع له وزير الداخلية كارنر بيقول لهم ما في لإلك لجوء وبلدك آمن يجب أن نحملك ونرميك مرة أخرى إلى نقطة الصفر التي انطلقت بها أو بأحسن الحالات بقول له سنعطيك إقامة لمدة سنة لمدة سنة ونحرمك من لم شمل أسرتك وعائلتك فتخيل فتخيل الأسبوع الماضي لأحد السابق كان فيه مظاهرة ووقفة احتجاجية أمام البرلمان النمساوي نظمتها جمعية الجالية السورية الحرة في النمسا حضر فيها المئات كانت إنفوغرات هناك وقمنا بتصوير حديث نمسا كامل سيد مدوح يعني أنا الأشخاص اللي التفوا حولي وعم يحكوا عن مشاكلهم يعني شيء مؤلم يا أستاذ شيء مؤلم بيقول لك أنا سنتين ما لي شايف ابني وهذا أربع سنين ما لي شايف زوجتي وطفل صغير بيقول لك أنا ولدت هون يعني والدته عم تحكي ولد هون ما بيعرف أبوه ولا بيعرف إخواته يعني شيء 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 يندى له الجبين بصراحة ليش هيك يا نمسا عم تعملي ليش هيك يا سيد كارنر عم تساوي أضف على ذلك أضف على ذلك الفضيحة في اليومين الآخرين عن طريق الصليب الأحمر أعلن نوعا ما عن تجميد كافة طلبات لم يشمل وإعادتها إلى وزارة الداخلية من خلال السفارات وتم ماذا؟ وتم فعليا إبطال هذه الملفات وإعادة دراستها مجددا العديد من العائلات والأسر والكذا سيكون موضوع حلقتنا يوم الأحد إن شاء الله فتخيل الأستاذ ممدوع شوف المعانات من معانات لمعانات ومن جهل إلى جهل ومن فقر إلى فقر فالله المستعان أحسن شيء ربنا يأسر أمور كل متعثر شكرا للمشاهدة